يقول لهم مرسة مغربية المغرب لم تتسوقهم ولكن كانوا مخطين ألمانيا وهم موالين للفكرة لكي يعطلوا المغرب لكي الجزائر تلحق عليه كيجا لكوردا برام الحاجة ترامب بلاتين ضروري مرسل يقول لهم صحراء مغربية ومن بين كوردا برام والتحالف مقبل منه لم تتسوق المغربية ألمانيا لم تتسوق المغرب لقد عملت لهم مشاكل كيف ألمانيا من الأول الذي اعترفه في الصحراء المغربية والأطرحة المغربية الإسباني كانت تجد المغرب المغرب مغرب ماذا تقول لكم ماذا تفعلون أنهم أتمنى أنهم أخوانك أتمنى أنهم أصدقوا وأصدقوا أنهم أخرجوا من الشعب بره بالليل هذه الدولة التي تجعلوا الناس يجعلوا مظاهرة بالليل ماذا هذه الدولة؟ هنا هذه السيبة التسيوب هذه هذه الدولة تقولون حقا يخرجوا بالليل لا سأعرقلوا السير لا سأعسروا السياء لا يخرجوا للليل لنهار لا يخرجوش هذه حرية تضر بالمغرب لكي يعطيهم أحد بحيث هذا الفيديو ديال المظاهرات تخسر عليهم الجزائر الملايين لكي تروجهم عبر العالم وكي تدري فيهم مونتاج وتبدل حتى الصوت الشعب يريد إسقاط النظام نظري أن هناك هذا الأساتي المعلمين إسقاط النظام الأساسي والنظام الملاكي ردوا هذا النظام الملاكي الشعب يريد إسقاط النظام الملاكي الأساتي نظر إذا كان ترامب يقول أن ترامب يترمي في المنزل لذلك يذهب في المنزل مهلا ترامب يترامب كان ترامب يترمي في المنزل أمريكي ترامب وجلت أن ترامب ويجب أن ترامب وخيره ودعم بيضان وما قربش وإذا تقوى العلاقات مع المغرب أو لك يتدير المناوارات دي الأسد الإفريقي في المغرب في الصحراء المغربية وهذه المغربة اللي كي يقول لك احنا بلا أمريكان وبلا إسرائيل وبلا إمارات هنقاددين ما قاددين تقدر ولكن واش تقدر لا ما تقدرش تصور هذا الحلفاء اللي مع المغرب تصور هذا الحلفاء اللي مع المغرب كانوا مع الجزائر كانت مع الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة تخيل معي لو كان هذا التحالف المغربي كان في يد الجزائر تظن أن هذا الينيون هذا الزاكور دي ماروك مع الإمارات إسرائيل والإزتازيني وزيدوا لدائرين الخارج كانوا مع الجيغي تظن أنه كان محاونا 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 ويفتاخروا به هما لو كان بايدن دار تويته على الجزائر ولا ترامب كورا قياماً أيضا وما رأي بن زيما جاء عندهم نضط لفين ديموت نضط لفين دي محاونا لأنه كان بايدن دي محاونا وقد قمت بايدن دي محاونا سرقوا لي التليفون نحن متحالفين مع إسرائيل ومع إمارات وعلى المولايات المتاهلة ونحن المغاربة الحقيقيين لبغي الخير للتحالف نريد سفارة إسرائيلية في المغرب وكونسولية إسرائيلية في الصحراء المغربية هذا هو المطلب دينا والمطلب الأول هو إلغاء جميع اتفاقيات المبرمة مع الجزائر حول السوق الحرة والدخول والخروج وكذا خصها تلغى الفؤان لي لي كذلك استرجاع جميع المغاربة الحرافيين والصناعيين والمهانيين اللي كانين في الجزائر خصهم يرجعون شكرا